أحد عشر يوما من المفاوضات المدنية أنتجت ثمارا لكنها ليست بحجم التوقعات في لابورجي شمال باريس حامل الناشطون لافتات على هامش متمر المناخ تدعو الدول العظمى بفعل المزيد للمشاركة بحصتها بإنصاف للحد من الاحتباس الحراري كل العناصر من أجل اتفاق جيد ما تزال على الطاولة لكننا يجب أن نضغط بقوة لذلك نحتاج إلى المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لمواصلة هذا الضغط كما أننا نحتاج إلى قادة ورؤاساء دول ليس فقط لمراقبة مؤتمر المناخ من بعيد بعد زيارتهم ليوم واحد نحتاج إلى تسوياتهم وإبرام اتفاق ما يمهد للمضي قدوما وتطالب الدول النامية الدول الغنية لالتزام بزيادة تمويل المناخ من 100 مليار دولار سنويا بدءا من 2020 إن أخذت الاتفاقية أكثر مما ينبغي كي تتجسد فإن التفاول والأملية السوداني لا برجع بالنسبة للوفود المشاركة فإن الاتفاقية حاسمة ويمكن أن تشكل المسودة قبل الأخيرة من الوثيقة النهائية قبل أن تعتمد نهائيا أرونيوز، باري